تحت رعاية سعادة وزير العمل وتنمية الاجتماعية سيد جميل بن محمد علي حميدان أقامت الجمعية البحرينية لتنمية المرأة حفلاً عن بعد لتكريم الخريجين المشاركين في برنامج الدبلوم الدولي المعتمد في الابتكار المؤسسي بمشاركة 83 متدرباً وممثلين عن 60 مؤسسة أهلية وحكومية في مملكة البحرين والدول الخليجية والعربية من المجتمع المدني كخبراء معنيين بشؤون التنمية المستدامة وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن تجربة طرح دبلوم الابتكار المؤسسي وغيره من برامج ومبادرات تؤكد أن التحديات ليست عائقاً أمام العمل والإنتاج وتحقيق الأهداف وبدوره أكد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد على أهمية استدامة المشروعات والبرامج التي تتبناها مؤسسات المجتمع المدني من خلال اتباع أفضل الأساليب العلمية المبتكرة لتمكين المرأة والشباب مشيراً إلى أن الثقافة المؤسسية تتحقق عبر تحفيز الإبداع والذات لدى العاملين فضلاً عن جودة العمل